من واشنطن ينضم إلينا حسين عبد الحسين البحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات مرحبا بك مراقبة هذه المسألة من قبل الولايات المتحدة إذا كانت واشنطن لديها كل هذه المعلومات طيب كيف يمكن معالجة نزيف الخزانة العراقية خاصة التي تأتي عبر الفيدرالي الأمريكي دائما عائدات النفط توضع في الفيدرالي ومن ثم تعود إلى المصرف المركزي العراقي مساء الخير النزيف هو ليس للخزينة النزيف هو للأحتياط الأجنبي في المصرف المركزي العراقي فما يحدث هو أن إيران والميليشيات التابعة لها وطبعا نحن نعرف أن عدد كبير من هذه الميليشيات هي أسماء وهمية وهذا موضوع يعني منه العراق ككل منذ فترة أن هناك عدد هناك مئات ألاف الموظفين هناك مئات ألاف مقاتلي الحشد وهناك أيضا في القوات الأمنية والجيش أسماء وهمية فهذه الأسماء الوهمية يتم صرف رواتب لها هذه الرواتب هي بالدينار تتقاضى يعني تذهب لتقاضي باسم مجموعة من البشر تتقاضى مبلغ من المال بالدينار العراقي ثم تقوم بشراء الدينار العراقي من المصرف المركزي تشتري به دولار تأخذ الدولار ويصبح لديك دولار نقدي كاش يمكن تحويل الدولار إلى إيران أو إلى أي مكان تشاء وطبعا إيران تحتاج إلى الدولار نقدي الولايات المتحدة تنبهت إلى هذا الموضوع وحاولت منع أو تقليص الاقتصاد النقدي داخل العراق وأجبرت المصرف المركزي بتحويل هذه المعاملات إلى معاملات إلكترونية أو إلى معاملات مصرفية من دون أن يكون هناك نقض الثغرة الوحيدة التي بقيتها أن الحكومة العراقية سمحت كما تفضلتم أنه إن كنت ستسافر يمكنك الحصول على نقض يعني من أجل إنفاق بالخارج من أجل السياحة أو الاستشفاء أو ما إلى ذلك طبعا حتى هذه الثغرة يمكن إغلاقها لأنه يمكن للعراقي الحصول على المال عبر البطاقات الإيمان عبر النظام المصرفي العالمي لا يحتاج إلى أن يكون لديه نقض فعلي يعني المسافرون اليوم لا يحملون نقض في جيوبهم عندما يذهبون إلى دول أخرى ولكن هذا المنفذ طبعا كما ذكرتم إلا إذا كانت الوجهة لبنان أستاذ حسين إذا سمحت لي يعني من الممكن أن يقول المسافر العراقي لحكومته بأن نذهب إلى لبنان لبنان مسألة الصرفات لا تعمل يعني لا يمكن أن تعطيك دولارات الآن وبالتالي يأخذ كاش فرشمن نعم هي شقين الشق الأول المسافر العراقي يشتري الكاش في المنفذ يعني هو يخرج من العراق يعني إن كان في مطار مغداد الدولي أو إن كان في مطار أربيل أو إن كان عبر المنفذ الطريبين الحدودي هناك يحق لك شراء الكاش لأنك يعني ستخرج من العراق هو لا يستنم الدولارات في لبنان هو يحمل الدولارات معه في العراق منذ أشهر تقريبا أو ربما أسبوع قام المصرف المركزي في لبنان طبعا بالتواطئ مع هذه الميليشيات وحزب الله قام بإصدار تعميم أنه تقوم المصارف اللبنانية الحالية تقوم بافتتاح فروع لهذا النوع من الدولار النقدي فصار هناك اقتصاد موازي اليوم في لبنان يعني هو عملية تبيض أموال كبيرة تدخل فيها هذه الأموال التي تأتي من الميليشيات العراقية وتأتي أيضا عائدات الكابتا جون وما إلى هنا اسمح لي الإشارة إلى أن حكومة العراق أضافت إلى موازنة الحجد الشعبي السنوية نصف مليار دولار كانت 2.2 مليار دولار هذا العام المقبل ستصبح 2.7 مليار دولار وعليك أن تتخيل هذه الأموال كلها يتم أخذها نقدي وتحويلها إلى اقتصاد الحرس الثوري في إيران أو إلى الميليشيات الموالية له في العراق وفي لبنان الدينار العراقي إذا كان عشرة أشخاص أستاذ حسيني يريدون السفر إلى لبنان سبعين ألف دولار سيستطيعون أن يحملوا معهم إلى الداخل اللبناني الأموال التي يشترون بها الدولار من يغذيهم بها هنا؟ هذا الدولار يأتي عن طريق المصر في المركز العراقي هذه هي الرئة الوحيدة التي ما زالت مفتوحة لحرس الثوري والتي تحاول الولايات المتحدة السيطرة عليها لأنه لدى المصرف المركزي العراقي كميات من الدولارات بسبب عائدات النفط كل ما اضطر المصرف المركزي إلى بيع دولارات لتثبيت الدينار لأنه الرواتب التي تصرف إلى مقاتلين الميليشيات وإلى الموظفين في الدولة العراقية هي رواتب بالدينار بالدينار نعم الحكومة العراقية تسدد الرواتب بالدينار ثم يأتي أهل هؤلاء الرواتب ويطلبونها بالدولار يقومون بتحويلها عبر المناثن الحدودية هذا يخلق ضغط كبير على الدينار العراقي فتتراجع قيمة الدينار العراقي في السوق الموازية فيما هي ثابتة لأن المصرف العراقي لدى أي تحويل خارجي يمكن تأمين الاحتياط العراقي يمكن تغطية التكاليف الخارجية فهناك عملية تزوير واسعة يمكن اعتبارها تزوير ولذلك هناك سعرين للدينار هناك سعر للدينار المقدي وهناك سعر للدينار التحويل إن كنت أنت ستحول لن تتأثر بانهيار سعر الدينار ولكن إن كنت ستعمل نقديا كما تفعل إيران والميليشيات هناك ترى أنه الدينار يتراجع طيب الجانب الأمريكي يعني يتم رصد هذه الحالات هل ثمت تحرك هل ثمت إثارة لهذا الموضوع من خلال متابعتك أستاذ عسين طبعا هناك يعني على مدى العام أو الستة أشهر الماضية الاحتياط الفيدرالي هدد بوقف تحويل الدولارات يعني نقديا يعني يمكن تحويلها عبر الطائرات من نيويورك من احتياط نيويورك إلى المصرف المركز العراقي طبعا شنت إيران والميليشيات الإيرانية والإعلام الولياء شنت حملة أنه أمريكا تسرق الدولارات العراقية ولا تعطي العراق الدولارات وهذا غير صحيح أمريكا ترفض أن تعطي العراق الدولارات يعني نقديا باليد ولكن الحساب موجود يعني هذا الرصيد التابع للحكومة العراقية وللمصرف المركز العراقي موجود لدى الاحتياط الفيدرالي في نيويورك ولكن أمريكا الآن تقنن إعطاء هذه المبالغ نقديا تقول يمكنكم الحصول يعني يمكنكم شراء ما تريدون من أي دولة في العالم استراد ما تريدون ولكن هذا يتم عبر التحويل لن نعطيكم الأموال نقديا لأنه النقد تحصل عليه إيران شكرا